السلام عليكم مرحبا بكم شيرات في وصفة بزاف بزاف شابات حقيها وتحتاجيها ومنذروك نقولك سجليها عندك الرمضان بإذن الله إن شاء الله تكونوا توحشتوني كيما أنا توحشتكم بزاف بزاف أني طوت عليكم الغيبة بالصح والله كانت ظروف صحية إن شاء الله ياربيش في جميع المرضى حبيبات قلبي اليوم جبت لكم تحلية بزاف سهلة اقتصادية بدون شانتي وبدون كريمة طازجة حاجة سهلة اقتصادية ديريها لولادك في الصهرات ومام سجليها الرمضان تحتاجيها وتخدميها بزاف بإذن الله جيبي نصف لترتاع حليب نصف لحليب مع زوج مغارف كبار ما زينا ليين نشاء الدورة وماذا بيك تغرب ليها هكا من بعد جبت الفلون تاع دوق كاراميل بسكوها التحلية ماذا بيكم ديروها دوق الكاراميل رها جيب زاف بنينة درت مغرف كبيرة فلون ومغرف كبيرة سكر كيما نعرفوا الفلون فيه السكر على هدي مكترش السكر راهو ديجا حلو وغدني بعد نزيدو اضافات تزيد تحليه ان شاء الله هنا نخلط بارد في بارد حتى المكونات قاعد دوب في هدك الحليب بعد نحطها لنار متوسطى ونحرك مرة على مرة حتى نتحصل على كريمة تقيلة كيما هادي اللي راكم تشوفوا فيها ها هي هنا كريمة تقيلة المهمة وما متغفلوش عليها قاعدوا تحركوا فيها مرة على مرة هنا نحطها في طبسي هكا باش تبرد لي بالخف ننكبها قحف هذك الطبسي ونغطيها ببلاستيك غيدائي كما تعرفونينا نستعمل بزافة البلاستيك الغيدائي تاع الديول كيكون عندكم الديول ذاك الورقة اللي جي بيناتهم خلوها باش تخدموا بها هات سوالح ومبعد هنا تقيسيها مورلي تكملي بها هنا نغطيت هاكا وخرجت قاعد لهوا ونحطها في الفريجيدار حتى تبردوا لكنتي مزروبة ديليها في الكونجيلاتير من جهة واحد اخرى عندي تلت حبات تفاح تقدري تخدمي نفس الشي باي فاكهة عندك سيرتوا الفارولة بس احضروا قدرتها بالتفاح جت بزاف شابة تلت حبات تفاح نقيتهم غاية وخسلتهم ومقلحت لهم شلقشرة تحم ونقطعهم مربعات صغيرة تكون صغيرة نحطها في كسرونة تكون تقيلة ولا في طاجين هنا الى كان تفاح تفاح في التاعك حلو ديري كمية صغيرة على السكر ديري مغرف ولا زوج كما انا تفاح هذا حلو ديرت زوج مغارف كبار سكر الى كان سامط ديري تلت مغارف حتى الربعة نحطها على النار ناقصة النار بزاف ناقصة غطي عليه وخليه باش هذا السكر يتكلم ويجيني تفاح طائب في هاداك السكر كما هكا شوفونا خليته على النار بزاف بزاف ناقصة من بعد لي طابلي حليت عليه وخليته ينشف بغيته ناشف شوفو هنايا طابلي غاية من بنين وشوفو التفاح طائب زبدة هكا يجي شباف التحلية خير مديروا تفاح يجي يابس المهم هنا الكريمة تفاح طائب رواجد والكريمة راها شدة روحة وجامدة كما راكم تشوفو راها واجدها معي غادي نحطها في بول ولا ريسيبيون ولا حاجة هكا باش تضربوها فيها اشتو هنا مازلت لها لاغو برات شانتيه الوالو غادي نزيد لها هاد السوس كاراميل اللي تجي في هاداك الفلون الى ما كانتش عندكم هادي وكان عندكم فلون نوعية واحد اخرى تنجموا تفاح طوفيا كاراميل ولا تفاح طوفيا كاراميل ولا تفاح طوفيا كاراميل هاداك الياووغة على الكاراميل هنا نحفظ على بنت الكاراميل جبت هنا الباتور وبدأت نطلع فيها هكا باش نتحصلوا على كريمة خفيفة تجي بزاف شبه هاد الكريمة في التحليات هنا نجبت لابوش وحطيت فيها هاد الكريمة اللي كنا وجدناها شيرا تبغوا تديروا اي بنا فيها من عادة الكاراميل تنجموا تضيفوها فيها اختارت هاد الكريمة الصغار صغار بزاف سيرتو في رمضان يوال مغاية بسكو اللي يرفض واحدة يكملها دفوا كي نكبروا الكريمة اشتو ياكلوا ياكلوا وبعدا يتقهمهم الحلاوة يخلو لك نصها هادو صغار يساعدوك غاية ما ميجو متحوفين وشابين وما ياكلو لكش بزاف سوالح ديري بهم كمية كبيرة هنا عندي قال اي طاهاك هاد القاطو لي ما فيهش الكريمة تقدري تديري اي نوع اي دوق مهم ما يفكونش فيه لك خام هاديك في الوسط اهنا يدرت كل فيغين درت فيه حبة شمختها في الحليب الي قد شمخوها باش دي اسفنجية ما تقعدش هكا حبة البسكويت وباينه درت اقاع طابقة من تحت انبعد نجيب هاديك الكريمة اللي راها فلا بوش وندير هاكا طابقة الزوجة نجيب هاداك التفاح وندير بيه طابقة واحد اخرى وفوق لك خام قلت لكم تاني بنفس طريقة تديري لفخاز ولا تديري الخوخ والمشماش في كل حاجة في وقتها تنجمي تديري كي ما تنجمي تستغني على الفاكية ما تديريهاش قاع الى ما كاش عندك شوفو درت طبقة تعتفاحك ونعمرهم تاني قاع كيف كيف تحليه بزاف سهله بسيطه اقتصادية والاهم من هادا بزاف بزاف بنينه ننصحك غير ديريها وسجلها عندك راكي غادي تحتاجيها مبعد نجيب لك خام اللي بقاتلي نغطي بيها قا حدك الوجه بتاع تفاح لي كنا درنا شوفو نغطيه قاع بيها هاد الكريمة بزاف خفيفة ما تقهمش كي تاكليها ومام درجة الحلاوة تحى ماشي حلوه الدرجة اللي ما تقديلهاش هاو دو الشيرات اللي بغين تاوعي كملتهم التحليه الخفيفة تعنا كملتها تزين يبقى اختياري انا هديك لاسوس كارامل اللي بقات درتها في الابوش ودرت بيها خطط تبغي ترشي كاكاو تبغي تديري مكسارات تبغي تديري كريمة شانتيه ملفو كي ما بغيتي انا بويس كي قلتلكم ما في هالشانتيه ما درتش درت خطوط وجبت هادو درتهم الفوق هاكا غير تزين بسيط وكي قلتلكم كي ما تبغي تزينو زينو هاد السوالح على حسب شا عندك في كوزينتك وعلى حسب الدوقت تاعك نخلي التحليه التاعي تبرد غاية فريجيدر انا هنه بلحتها هاكا بلحتهم قاع وخليتهم تبرد مليح مليح حتى مبعد اللي بردتلي قدمتها وكانت هدي هي النتيجة تحى النهائية شتو في بداية الفيديو كيفاش تجي من الداخل ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم ما تنسيش تسجلها عندك ما تنسيش تديري نجام للفيديو استودعكم الله الذي لا تضل ودائعه سلام سلام